موسيقى السلام عليكم أخوتي وشارككم لابس بخير بوجينا نتكلم على مباركة موشي سار سيتي ضد بيرلي اللي رياد محرس في الشوط الأول كان خارج نيطاق تغطية بكل صارة حد تنقية سيئ فالشوط الثاني تحسن ولكن من نوعية واحدة أخرى نظن انه بيب واردو لا غير له البوستاء وداره قصانع العاب دوكنا تحتو في هذا الموضوع نتحتو تاميك على الهاتريك اللي مركاها واسمه اللي مركاها هارلند في الفوضين تمريرا حاسيمة فالمر دخول كبادية الأول قرة سجيل هادف واسمه دي بروين زوج تمريرات حاسيمة لالا ألفاريس زوج بيوت تمريرا حاسيمة واسمه فوضين تمريرا حاسيمة قلنا ودي بروين زوج تمريرات حاسيمة رياض محرج رياض محرز رغم انه يدى تنقية لاباس بيه تنقية عالي ووصل حتى الثلاث من يوم بعد كي خلاص المباراة عودة من قصص كما قلو 7.9 رياض محرز قد لعب اليوم في الشوط التامي تحسوا باللي بيت بواردو لا بدلوا البوستاء يعني في مكان تقريبا 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 تدخلوا في هاد المواضع اليوم موليدنا ادم الناس دخل حاول لعليه المراوى غا تحاول تيرع المرمى حبي ماركي قدم اداء رائع خلت في الشوط التاني حسيته خلت غير راضي يعني كان منيربي شوية كي خرجوا المدرب ولكن عاد من الاصابة كان بزاف ليرام ادم الناس ادم الناس ادم الناس ادم الناس ادم الناس غير كيما عنده واحد شهرين ولا هو موصب عنده تقريبا فايت شهر ونص هو موصب ما لعبش بزاف مباراة غير كيما عاد من الاصابة على هادي كلمة ما تواجدش في القائمة تاني كوزمه شعيبي شعيبي يلعب لعب المباراة لاعب ما شاء الله الله يبارك عليه خرج بعصابة انتمنى 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 انها ما تكونش اصابة اللي تخليها فاريزوب ما يجيش للطاربوس انتمنى انه تكون برك هكذا يا كيما اقولو خفيفة في المسكي خرج يتعدب على كل عاد خرج يتوجع ان شاء الله برك كيما اقولو كانت دارت رجلو غير شوية حاجة خفيفة برك كيما اقولو كان عنده شوية سطر شوية مالباليش انا يديروا له ذلك البومبات كده ان شاء الله برك يلحق بالطاربوس هذا ما كان لان بلوي كان ان شاء الله نار كنين نورا ما لموقع يكونوا هنا اياه ان شاء الله برك تكون خفيفة تعيير 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 تحيومين ثلثي ايام باش يجي على الاقل على الاقل على الاقل للطاربوس بو ندخلو في الموضوع التعناري يضم حرز هالاند اليوم ما راكوا تشوفوا دي خطرات في الدورة في عبطال الاوروبا ماركة خمسة اليوم ماركة ثلاثة هاتريك يا طفل هذا ما حبش يحبس يعني لو كان ربي يرزقنا بكاش لاعب كاش لاعب كيما هذا يا ان شاء الله برك لو كان ربي يرزقنا بكاش لاعب كيما هذا يا يخرج من الضورية الاوروبية يعني تكوين انا نقولو المنتخب ما تخافش عليه نهائيا يسجل لك انت هاتريك يسجل لك خمسة في عبطال الاوروبا يسجل لك يعني كاريته طفل هذا كاريته 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 يعني من تسجيل الهدف اكتبوا لي في تالي قادقاء ريضا محرز هي منع نفسه وقالوا لي فاصة فاصة مع الغارديان ضربها في الغارديان محط على منا محط على منا ضربها ديركت في الغارديان ريضا محرز في التهديف راهو شوية قلت لكم ما راهوش عاجبني بكل صراحة فتسجيل تاعو اليوم واسمهم ما شوية الاولية الغارديان يعني حتا تسجيل هالنطس بالهدف الاول باش تحل اللعنطس ب:「اللي بين كاريته كان هم الاولين كانوا النفاعية المليح وكانوا حتى في العطاك كانوا ملاح ولكن مانشيستر سيتي مانشيستر سيتي يا اخي وتكلموا على ريضا محرز ريضا محرز في الشوية الاول كان كان هنا تنقية التاعو نعطي لكم التنقية التاعو يعني بالتنقية بيكون صراح حتى قبل التنقية قدرت تتاوش في الانسي جرام بيكون صراحة التن قتله في الشوطة الاول لاكن شوف اللي هان ايا هو اضعف يعني الحارس خير منه عنده اطنقل منه Redуш لويس عنده اطنقل منه اا واسمه بروين عنده اطنقل منه هالاند بالامل نحكو عندك ساحة توصيل terrain عندهم ستة فاصل ستة فاصل ستة يعني التمقيد ضعيف جدا بالنسبة الرياض محرس في خمسة واربعين دقيقة للاعبين توعوقة كما قلوا فوق السبعة الحارس فوق السبعة فاصل ثلاثة لاطاك يعني غير هو كيفين دي برون هو اقل من كيفين دي برو وبعد كيفين دي برون طلع له التمقيد التعولي انقدم لزاسيستي اخوتي فرياض محرس الشوطة الاول هو رياض محرس اللي اللي كي حطوا بيب واردو لا في الدكا يقولوا فباق واردو لا حجروا وبين او صين هكذا او لا 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 كيفين حطوا بيب واردو لا في الدكا رياض محرس يجب الادة اعطيت الشوطة الاول كيفين حطوا بيب واردو لا في الدكا يستهل لان ماقدم والو والو لا تمريرات حاسيمة لا مراغات لا توقغولات لا ليتير لا والو وزاد ضيع الهدف هذا اللي الذي ضربوه في القارد يحدثون انوا المرمو في الشوطة الثاني على كل يال زاد ضيع الهدف هاداك شو ريضة محرس الشوطة الاول كره لي حياتي كره لي السيتي كره لي المباراة الناس تعير منه في الفوضين اسست يعني اللاعبين قارم متألقين الفاريس كده منه هو مريح هاك داكبرك مريح مع لباس زيادة فوق الملعب بيكون صراحة الشوطة الثاني تغير العادة على ريضة محرس فاش تغير العادة على ريضة محرس نضم انه اسمه غوندوغان ملعبش اليوم وشوفه غوندوغان ما استدعاوهش للمنتخب الالماني وقال لك ما استدعاوهش للمنتخب الالماني مشي لي انه ما يستهل يعروا يقدم اداءة تمليحة مع موشي سر سيتي وفيت بواردو الله راهوا يعتمد عليه قال لك لي ان المدرب حايب يجرب لعيبين هادي هي اللي دائما كنا نطلبوها وحكيت لكم على اللاعلمان لان انا ما عرف اللاعلمان فالمباراة الودية ما يسحق شقا اللاعبين ما يسحق بارك زبط رياض محرس ما يسحق بالليلي ما يسحق والو لالمان في المباراة الودية شوف دلاري صغار ما تعرفهم شقا شفتهم عدة مرات انتباحهم انا لي ظالموه شفتهم عدة مرات في المباراة الودية تحوم شوف دلاري صغار وهذا اللي انتمناوه في المنتخب الوطني الجزائري عندنا مباراة رسمية هذه على كل حال ولكن في المستقبل في المباراة الودية ما تهمك الاخسارة ما يهمك ولو تهمك تجرب اللاعبين الجودة حتى كاللاعبين اللي عليها باريزوم بانا عندي مباراة الودية ونستدعي رياض محرس نو نستدعي بواناني ونستدعي جانا احد اخر ايمن باش نجرب باريزوم بوالناس مع لا باليش مجالي مليش عيبي مع لا باليش أنا لعبين اللي راح يجيبهم تجربهم هذه النقطة لازم نحطها يعني باش باش من اعودوش نولو اللقديم مباراة الودية بحرس مننا بالليلي مننا بناصر في الوسط حتى بناصر تقدر بتديروش فيه مباراة الودية عادي يعني باب بوم مليح باش هو يكون كما قلوه الميزان مليح اسمعين بناصر دايما مليح ولكن لازم تعتمد هادي بين اوصايم اللي حبيت تفتحت السوجي في الموضوع هذا لان مع المباراة جات عمانشي السرسيتي فالشوطة الثاني شفت قتلكم قندوقان بيب لان بيب ورد ولا مقحموش في هذا المباراة وشفنا بلي قندوقان هو اللي كان يصنع علعاب يعني قندوقان يروح لجيك رياض محرز يروح للجيك طار يصبح جاك ريليش ولا يروح لجيك في الفوضين كامي يلعب شرا يروح لجاك ريليش فالوص يدخل ملعهم قولي من التمريرات شفنا في الشوطة بتانية رياض محرز يحرك بهذه الحركة نضم على باليش أنا بلك ما ساعدتوش كيرا هو يلعب تاجانا احمال العلم عند الله رياض محرز ساهم في الهدف بتاع اللي يسجلوا واسمه هالاند الهاتريك الهدف ثالث هالاند لان هو الل cuales دخل ملعهم قولو كان ارو مركة ودخل ملعهمه هو اللي قدم تمريرها كما ق bashه في فوضين الله ولكن يعني يحبنا أقوله كان مساهم في الهدف الثالث هالاند الهدف الرابع اللي يسجلوا ألوارس ليس الرابع الخامس الله أعلم الهدف الخامس لا الهدف الرابع ريضة محرسانيك هو اللي كما قلوه صنع اللعب هو اللي يدخل هو اللي من الطمرة يرام من أرواع ما يكون أعطاها كيفين دي برون وكيفين دي برون دار طمرة يرام الحاسيبة وماركها الله أعلم الظارس نسيت الأهداف يعني ست أهداف قريب ست أهداف نسي ناجع وش من اللقطة يعني ريض بحرس كان يعني الصيناعة حسيت باللي ريض بحرس كان هنا يا كصانع ألعاب فالشوط التاني يدخل بزاف كما قولوا ويبدل منصب التاعه يعني يبدل يقعد يتحرك كلاعب حر ساعدته ساعدته باش طلع في التنقية طلع التنقية كيمالك ويتشوفه بعد الهدفين هدوك اعطاه له التنقية 7.3 ومن بعد قريب ما تخلص المباراة تلحق التنقية 8 ومن بعد عودتها بطدقن ضربت الله هبطت 7.9 كما ركوا تشوفه محرز ان شاء الله برك كما قولوا بالك تعودت طلعت بالك العلم عند الله بخفيف برك وراهي بخفيف برك قلت لكم أما الشيء الوحيد اللي ما زال ريض محرز ومعنى بليش وشبه ما نكذبش عليكم وراهي محرز او طلعت تنقية 8 كما ركوا تشوفه اللي هنا عنده تنقية 8 هبطت 7.9 بعد عودت تطلع الـ 8 المشكلة لانه في ريض محرز ما ركوا تشوفه باركزون بالمير دخل كبديل سجل سجل الفارس سجل يعني ريض محرز في الموباراة هذي فيه 6 اهداف فيه 6 اهداف هذي لازم ننطقوها لان رك جانع فيه على الاقل باركزون في الفوضين يقول لك متى مريرا حاسيمة انت في 6 اهداف ما تحسبت لك لا تمريرا حاسيمة لا تسجيل هادف تقول لي نوم عليش بصح ساهم في اللاب راني معاك وي راني معاك انا كي تهضر لي هاد الهضرة بصح نعلم ان نهضروا الواقع هل هو ريض محرز هذا هل هو ريض محرز اللي فيه مباراة الناس قاعد يتقلقوا ويسجلوا هو ما يسجلش على الاقل كان تمريرا حاسيمة على الاقل كان هادف ريض محرز يسجل ويسجلش فينا اللي عملي فاتخرج هداف النادي يعني باش تقول لي مباراة فيها 6 اهداف ما روش يسجل او بدأ يغيب عن التهدي في ريض محرز وهذا قلت غير المحاولات اللي ما روش يحاول على المرمى طريق كما في الفوضين في الفوضين اللي اعطاها ريض محرز اللي خبطها في البارا لو كان كان ريض محرز في هذه كل منطقة كان يمرر لاصحابه وما كان شي تيري على المرمى ريض محرز لازم تحطه فاسع فاسع مع القارديان بشي تيري يعني ما يحاول شي تيري كما اللاعبين كما بباراكزوم بنتو ما وسمو هادك وسمو انسيتو هادك اللي رابطش على انسيتو اللي جابهم أصلا فيلا الله وعلا ماشي لويس لاخر هادك دخل تيرا من البعيد لعطة هالو ريض محرز رفض هالو شابه وتيرا من البعيد فريض محرز ما راهوش يحاول ما راهوش يحاول يسجل شوفوا دقنا نعطي لكم النقطة اللي راني شوفيها في ريض محرز باش نقص ديراكت الهضرة ريض محرز راني شوف فيه باللي ما راهوش ما راهوش يحاول يماركي ريض محرز راهو يبني في اللعب هادا ما كان يبني في اللعب كلاعب ثالث وهذا غير مقبول لأنه جانح لازم يلعب لا تقول ما راهوش بايبواردو اللعا قلو على في الفوضي قلو بايبواردو اللعا ما تمتش تمريرات حاسيمة لازم تمدها لفلان باش فلان يمدها نو ما كاش من هادية ريض محرز كي كان يماركي مؤخرا كان بايبواردو اللعا راضي عليه ومية بالسعادة وكنا ميتين بالسعادة فعلى ريض محرز يسجم روحه يسجم روحه يسجم روحه يحاول العلمار ما حاول شوف لي بيت حاول تمركي حاول تمركي ما تقول تخدم على صحابك ما محتاجة هذي كلمة التي تأتي كيفين دي برون كيفين دي برون باريز اللي اللي يدخل اللي يدخل بها ومدها اللي اللي مارك الهدف اللي شاركت فيها انت هذه تتاني كنت قادر تتيريها خدش كنت داخل ديزيو تتقدر على أقل تتيريها هده وش نقدر نقول لكم يا خوتي ري هذا ما حدث اليوم في الشوط التاني كالعب لعب مليح في الشوط التاني كالعب لعب مليح ولكن اين الاهداف اين التمريرات الحاسيمة لواحد يلعب في الخط الاماني هده وش حبي تنقول لكم يتمنى يسج مروح هده وش نقدر